منحيكم من صوت في نيئة اليوم الثلاثة خمسة عشر أب 2021 تعليم اليوم بيتناول بكل وضوح خطاب السيد نصر الله اللي ألقاه أمس التنعين بمناسبة مثل ما هو بسميه انتصار تموز مع أنه لا كان فيه انتصار ولا كان فيه منتصرين بل كان فيه هزيمة ومهزومين والمهزوم كان لبنان والشعب اللبناني ونسبة الدمار ونسبة الخسائر هي اللي بتخبر وين الحقيقة ولكن عند السيد نصر الله وعند كل ما يسمى محور الشر الحقيقة دايما استنسابية والحقيقة دايما مزورة ودايما بيسخروها لخدمة المشروع الإيراني اللي بيهدوف لاحتلال كل دول الشرق الأوسط تحديدا وتحويلها إلى ولايات إيرانية بالبداية بالبداية وقبل ما نبتدي ببعض الملاحظات على الخطاب بدنا نتذكر الشهداء بدنا نتذكر كل هالشهداء اللي قدموا أنفسهم أرابين على مدبح لبنان تيعيش اللبناني راسه مرفوع بكرامته وبحرية ويمارس معتقدته شو ما كانت من دون إرهد نتذكر أكيد فادي بيجاني ليس الحسروني ومنتذكر اللي قدموا كمان أنفسهم على قمم جبال لبنان للحفاظ على الأرض والوجود والهوية اللي هني هيثم ومالك طو وغيره نكتار خطاب السيد نصر الله مثل ما حاولت تتصوره وسائل الإعلام التاب على الحزب والأبواق اللي بيشتغلوا مع الحزب أنه كان خطاب استيعابي خطاب هادئ خطاب فيه كتير من الحكم وفيه كتير من الوطنية ولكن بالعكس اللي بيسمع الخطاب وما بياخد طبعا بقراءات هالأبواق هايدي الأبواق المأجورة من صنوج وغيره الخطاب كان إرهابي بامتياز وحاول يستفرد أفراد ونواب ومؤسسات إعلامية من تليفزيونية وصحف ويركز عليهم تيرهبون بداية حاول يشئ بين أهل الكحالي أهل الكحالي طبعا عدد بالألاف ولكن اللي نزلوا ستين سبعين مش أكتر ونحن عنا صور وعنا أسماء ونطلب من القضاء إلى حقهم شوفوا وين الإرهاب عم بحاول يرهب أهل الكحالي عم بيقلهم إنه أنتو نحن ما في خلاف بين عائلات مع عائلات كن أبدا نحن بس هايدي ستين سبعين اللي نزلوا على الطريق وهو دي مش أنتو أنتو سبع تلاف ستة تلاف وبالتالي هذا السفين اللي عم يزرعوا هذا سفين إرهاب عم بيهدد اللي كانوا على الطريق من أهل الكحالي أو غير أهل الكحالي عم بلو نعرف أسميكم عنا أفلام والبيطالب القضاء تصوروا يعني شو هالواقاحة إنه يلاحقهم طيب هذا اللي قتل الشهيد فادي بيجان استقبلوه بالبقاء بضيعته بإطلاق الرصاص وصوروا الاستقبال ووزعوه على كل الوسائل التي تبع على قلو شو هال المعايير اللي بيستعملها السيدنا سرطة بيرجع كمان بنفس السياق بيحمل المسئولية لمحطة تليفزيونية طبعا محطة الام تي في من دوما يسميها ويسميها بالمحطة الخبيثة وبيقول انه هي اللي حردت يعني شو عملت المحطة المحطة اخترعت يعني جابت افلام ركبتها هي ولا نقلت وقائع عن الارض ولكن كمان منشان يستفرد بالمحطة ويخي وخوف القيمين عليها واللي بيشتغلوا فيها وبنفس الشيء مع الافراد والاحزاب اللي كانوا موجودين واللي نوابهم كانوا على الطريق يوم الحادث يوم الجريمة بقى بيستفردهم واحد وواحد حتى يخوفهم ويخوف الناس من خلالهم لأنه معروف حزب الله ما بيعرف لغة غير لغة القتل ومنه شيء هيدا يعني استنتاج او تحليل اكبر محكمة بالعالم للمحكمة الدولية اللي كانت خاصة بلبنان جرمتهم بمقتل الرئيس الحريري وسمت القتل وهن اللي قتلوا واللي هن اللي عملوا كل الغزوات وهن اللي اخر جريمة جريمة عين قبل لخطف اللي ياس الحصرون الحنتوش واغتياله وبالطول القائمة وبالطول ويركيز على افراد واليوم بعض بناش نعطيهم قيمة لهودي الابواق اللي بيلبسوا جرافات في منهم عند حزب الله بيلبسوا جرافاتات وبيطلعون على كل المحطات التلفزيونية وبيصوروا حالا انه هن جماعة يعني حمامة سلام مندوبين للأمم المتحدة مبشرين بيطلعوا اليوم بكل وقاحة بيسموا مين هن الناشطين ومن هن النواب اللي حزب الله اللي نصر الله مبارح اتهمون انه هن اللي حرضوا هن اللي اوقعوا اللي وقعوا هن اللي ارتكبوا الجريمي مرح نذكر أساميون لانه ما بيستحقوا نذكر أساميون هلا اللي عم نحاول نقوله بهالتعليق البسيط الصغير انه حزب النصر الله مبارح ما كان ابدا خطابه استيعابي ما كان ابدا خطابه هادي ما كان ابدا خطابه سلمي كان خطابه إرهابي ولكن بتكتيك استفرادي يعني استفرد لمحطة التلفزيون الامتيفي استفرد جريدة الوطن استفرد أهل الكحالي استفرد انه عنده صور عنده صور وعنده أسماء و زغر القضية يعني تفه القضية تفه الجريمي كلها كل الجريمي اللي عم بيحاول يصورها انه مجرد شاحنة نائلة نازلة هايدي الشاحنة نازلة وقعت الناس حردوا انت بحط التلفزيون صورت هاي اللي ارتكبت الجريمي يعني اسقاط بشكل منظم وبشكل مدروس حتى يخوفوا اللبنانيين يقولوا للبنانيين شوفوا نحنا أي حدا منكم بيعمل أي شي دغري نحنا عنا اسمه وعنا صورته انتوا وسائل اعلام نحنا انتوا وقفين ضدنا انتوا ضد المقاومة وبعدين الكلام الاخطر كان بخطابه انه موجه للمسيحية انتوا بدكن حرب اهلية ما حدا بيربح فيها طيب الحرب الاهلية يعني مين من المسيحية حامل السلاح وبدوا يعمل حرب اهلية هيدا تهديد للمسيحية بتهديد ومن خلالهم لكل اللبنانيين اللي رافضين كذبة المقاومة انه نحنا يبتقبلوا باحتلالنا وبترضخوا لسلاحنا وبتكونوا اذلاء وبتشتغلوا عنا متل ما نحنا بدنا يكون تشتغلوا وبتقولوا اللي نحنا بدنا بدنا يكون تقولوا او نحنا ما نروح من قتلكم شو يعني حرب اهلية ما حدا عنده لا امكانية حرب اهلية ولا حدا مسلح مثل ما حزب الله مسلح الناس كل اللبنان عنده اسلحة فردية والكحالي كلها يعني كل هالمعركة اللي صورها هو انه تحريض على المقاومة رجل واحد فقط الله يرحمه فهدي بالجاني هو الوحيد اللي حمل السلاح وحاول يدافع ضيعته عن اهله من بعد المجموعة اللي كانت مرافقة للكاميون اللي وقع صاروا يقوصوا على الاهالي وعلى الكنيسة ويخوفوا الناس على المباني هذا الانسان هذا الميليشيا وين الميليشيات الميليشيات لو في ميليشيات بالكحالي ووقفت بوجهم كان حدا منهم انطلع طيب للشباب كان قدر الجيش يتدخل إذن هادي يعني هل التفنن هيدا بإرهاب الناس حزب الله خبير فيه والسيد نصر الله أكتر من خبير جوبولسي يعني بيحكوا بيعندوا الكذبة وبيصدقوا بالخلاص حزب الله لحرر الجنوب ولا هو شريحة لبنانية ولا هو بيمثل أبناء الطائف الشعية بين مجلس النواب لأنه خاطف الطائف الشعية وإخدهم رهيني وهودي النواب اللي جايبهم اللي بيمثلوا الطائف الشعية هودي ما بيمثلوا الطائف الشعية لأنه منع بالقوة وبالإرهاب وبالاغتيالات إنه حدا يترشح بالإضافة إنه هذا القانون الانتخابي هذا القانون مفصل على مقاسه وعلى مقاس اللي بيشتغلوا معه تحت مظلطه لبنان بلد محتل ما في أي حل من الداخل الحلول هي من خلال القرارات الدولية اتفاقية الهدنة لـ 1559 لـ 1701 و 1680 أما قول السيد محمد رعد إنه اللي مبدو المقاومة مبدو الطائف هو أكبر إرهاب وهيدا بيروح بسياء التهديدات اللي أطلقها السيد ناصر شو يعني اتفاقية الطائف عم بيقول للناس اللبناني وخصوصا المسيحي إنه إذا أنتم ما بدكن المقاومة نحن بدنا نعمل حرب أهلية ونلغلكم الطائف ونزلكم من الوجود هيدا اللي عم بيقول لأنه اتفاقية الطائف شو فيها اتفاقية الطائف بتطالب بتجريد الميليشيات كلها اللبنانية وغير اللبنانية من السلاحة وبفرض وببسط سلطة سلطة الدولة اللبنانية بواسطة قواهة ذاتية على كل الأراضي اللبنانية هيدا اتفاقية الطائف بالإضافة طبعا لكل البنود الأخرى ولكن اتفاقية الطائف لا بتقر بمقاومة ولا بتقول فيه أراضي محتلة شبعة كسبة شبعة وغيرها اللي اختراعها حزب الله سنة الألفين هو والسوري تبرروا بقاء الجيش السوري في لبنان وبالتالي حتى يعني اتفاقية الطائف هي ما فيه شيء بخص المقاومة لأنه ما فيه مقاومة بضل داو نرجع للفكرة الأساسية اللي حبينا نركز عليها إنه خطاب السيد ناصر الله الباري تنين ما كان لا سلمي ولا كان استيعابي ولا كان هادي بل بالعكس كان خطاب أحريضي خطاب إرهابي خطاب تخويفي خطاب ترهيب لكل اللبنانيين على خلفية إنه نحنا نقدر نجيبكن واحد واحد وصغر الجريمة وتفها وناسب لقصة التليفزيون قصة إزاعة وقصة ناشط وقصة ما بعرف مين حكي كلمي وقف ضد المعالمين الله يرحم فادي بيجاني الله يرحم كل شهداء لبنان فادي بيجاني افتدى الكحالي وافتدى لبنان بحماسه بعنفوانه بشهامته وهيدا الشب هو شهيد وشهيد مش بس شهيد الكحالي هذا شهيد الرجولي شهيد العنفوان وشهيد لبنان الهوية والتاريخ والسيادي والاستقلال والكرامي وشكرا للإصغاء ومنطلب من اللي عم بيتابعونا يشتركوا بموقعنا وبنذكرهم انه في عنا نشرات إخبارية عربي وإنجليزي كل يوم نحطها على موقعنا ونوزع روابطها على كل المواقع بالتواصل الاجتماعي وعنوانا او الرابط طبعا كتير بسيط lsbjaninews.com lsbjaninews كلمة واحدة .com وهلا مع التعليق هيدا راح بنحط الرابط كمعنا على اليوتيوب وعلى موقعنا نشكر إصغاء وعشتم وعاش لبنان وربنا يرحم كل شهدائنا